قرارات عسكرية مشددة في ليبيا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني دعت الجيش التابع لها إلى الضرب بيد من حديد العصابات التي تسعى إلى تمكين قوات الإرهاب من شرق ليبيا فيما سبقها إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حالة النفير العام وتعيين رئيس الأركان التابع له عبد الرزاق الناظوري حاكما عسكريا للمنطقة الممتدة من طبرق إلى بن جواد هذا التصعيد في الإجراءات من قبل الخصمين في الشرق والغرب جاء عقب قيام قوات متحالفة مع داعش تضم تحالف ميليشيات متطرفة تشمل بقايا درع ليبيا وأنصار الشريعة بتنفيذ هجوم على قوات الجيش الليبي في أجدابيا وسيطرت هؤلاء على أحد المعسكرات ووفق المتحدث باسم الجيش التابع لمجلس النواب فقد خرجت عناصر من داعش من بنغازي متوجهة غربا بقيادة زياد بلعم قائد داعش وقد تمكنت قوات داعش من اقتحام جنوب أجدابيا بعد اشتباك مع الجيش الليبي رول الخطيب العربية